بالعاصمة الرباط أجرى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد زعيد أمزازي مباحثات مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع السيد أوليفر فاريليي تمحورت حول سبل تعزيز وأدفاء زخم جديد للتعاون التربوي والعلمي بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتندرج هذه المباحثات التي حضرها على الخصوص الوزير المنتدب المكلف بتعليم العالي والبحث العلمي السيد إدريس عويشا في إطار استمرارية المحادثات التي أجريت مع السيد فاريلي في أكتوبر الماضي والتي تمحورت حول وضع خطة تنمية لجنوب المتوسط والمراجع المرتقبة لسياسة الجوار الأوروبية كانت لنا المناسبة لإبراز عدد أهم من مشاريع في المجال البحث العلمي والتعليم العالي اليوم لدينا عدد البرامج مهمة لتمكن حركيات الطلبة حركيات الأساتيدة وأيضا إرساء برامج تكوين مزدوجة وإشهاد مزدوج الفكرة هي تطوير وتوسيع هذا البرامج وأيضا بالنسبة للبحث العلمي اليوم الاتحاد الأوروبي بصداد إطلاق واحد البرنامج من 2021-2027 والحمد لله المغرب كان جيد ناشط في البرامج الماضية ولا سيما تومبوس ولا سيما أيضا أوريزون 20-20 واليوم نطمح باش يكون المغرب دولة مستضيفة لهذه المشاريع وبهذه المناسبة اتفق الوزير والمفوض الأوروبي على استكشاف السبل الممكنة لوضع إجراءات تعاون في أفق 2027 في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ولا سيما تلك المتعلقة بتبادل الطلبة والأساتيدة بين جامعات الطرفين ومشاركة بنية البحث المغربية في طلبات العروض المشتركة التي سيطلقها الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج أفق أوروبا من جهتها أكد المفوض الأوروبي على أهمية تعزيز الاستثمار في كافة التكوينات المرتبطة ببعد الابتكار والصناعة معربا عن إرادة الاتحاد الأوروبي في مواكبة المملكة المغربية في هذا الورش